زار أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم مديرية الأمن العام لمناقشة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات المتعلقة بذلك التقى مدير الأمن العام لواء الركن حسين الحواتم في مبنى المديرية اليوم رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان دكتور رحي للغرائبة وعطاء المجلس وأكد لواء الركن الحواتم خلال اللقاء أن مديرية الأمن العام تعمل وفق استراتيجية محددة بنيت على مبادئ العضل وسيادة القانون دون تمييز أو محابة وشدد أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الواضحة والحازمة في كل ما يتعلق بحماية الحقوق وصون كرامة الإنسان هي لبراس عملنا ونهجنا في تقديم الخدمة الأمنية الفضلة واستمع الحضور لإجاز قدمه مساعد مدير الأمن العام لأمن الأقالي مع العميد أيمن العواش بينا خلاله محاور الاستراتيجية الأمنية لمديرية الأمن العام عرض من خلاله لأهم الواجبات التي تنفذها مديرية الأمن العام وتضمنا أفضل الممارسات والتجارب المعمول بها في مجال حقوق الإنسان في مختلف وحدات الأمن العام من جهته أشاد الغرايبة بالتعاون القائم بين المجلس ومديرية الأمن العام والاهتمام المباشر من قيادة الجهاز بكل ما يرسله المجلس كان هناك استعداد كامل للتعاون في مختلف القضايا التي تخدم حالة حقوق الإنسان في الأردن وأيضا أسفر اللقاء عن تشكيل لجنة مشتركة من مديرية الأمن العام والمركز الوطني للحقوق الإنسان من أجل المتابعة الدائمة والمستمرة ولو بشكل شهري الغاية التي نعمل بصددها هي غاية مشتركة الوصول إلى معالجة كافة الاستثناءات التي قد تحدث هنا أو هناك هذا يؤكد على أن هناك إرادة طيبة إرادة مهمة هذه الإرادة تصنع هذا التغيير نحو الأفضل وقدم أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان طروحاتهم وملاحظاتهم فيما يتعلق بأداء مديرية الأمن العام بوحداتها المختلفة مشيدين بالجهود التي تبذل الحرص على تطبيق القانون وإنفاذه دون إغفال الجانب الإنساني وتطبيق معايير حقوق الإنسان كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات المتعلقة بها